يا جماعة بالنسبة لعلامات الساعة الصغرى أولا بعثة النبي محمد قال النبي بعثت أنا والساعة كهاتين وانشقاق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر من علامات الساعة الصغرى ثلاثة وفاة النبي محمد أربعة وفاة الصحابة خمسة فتح بيت المقدس أيضا من علامات الساعة الصغرى ستة كثرة ظهور الفتن يعني ما بيضل بيتوا إلا بتفوتوا الفتنة الله يطلط فينا وفيكنوا بكل الموجودين سبعة خروج أدعياء النبوة الدجالين والكذابين تمانية ظهور نار من الحجاز تسعة كثرة الهرج يعني القتل لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتل وفيما قتل عشرة اتباع سنن الأمم الماضية أيضا من علامات الساعة الصغرى يدعش ولادة الأمة ربتها يعني الأمة شلون يعني ولادة الأمة ربتها الأمة تكون جارية فتكون جارية السيد يطأها فتجيب بنت هذه البنت لما تكبر بعد ما تباع الأم بالأسواق البنت بس تكبر تروح تشتري جارية منها فتشتري أمه هي ما بتعرف فتصير الأم عبدي عند البنت 12 ظهور الكاسيات العاريات كما ترون وتشاهدون وتسمعون 13 تطاول الحفات العرات رعاة الشات بالبنيان 14 مشاركة المرأة زوجها في التجارة 15 قطيعة الرحم كما ترون وتشاهدون وتسمعون الله يطلطف فينا الأب ما عم يحكي مع ابنه والأم ما عم تحكي مع بنته والأخ ما عم يحكي مع أخوه 16 ظهور الفحش والرذيلة 17 عدم المبالاة ما في مبالاة يا جماعة من مصدر المال سواء كان حرام ولا كان حلال ما بهم والمهم يجيب مال 18 تعلم العلم لغير الله 19 طاعت الزوجة وعقوق الأم كما ترون وتشاهدون وتسمعون أول ما بيتزوج بيركض وراء مرته ويترك الأم 20 رفع الأصوات في المساجد 21 عودت بعض قبائل العرب لعبادة الأصنام 22 ترك الحج لبيت الله الحرام 23 استفادة المال وكثرته يعني بين الناس يعني تدور على حدا يستقبل منك الزكامة في كل الناس أغنياء 24 ظهور الرواحل الجديدة قال الله والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون رواحل جديدة 25 أن يأكل القوي الضعيف كما ترون وتشاهدون وأوعى تظلم مخلوقه لو كان ضعيف لا تظلمن إذا ما كنت مختدرا فالظلم يرجو عقباه إلى الندم نامت عيونك والمظلم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي 26 أخذ الأجر على قراءة القرآن 27 كثرة النساء وقلة الرجال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين أمرأة قيم واحد خمسين وحدة رجل واحد تكثر النساء من علامات الساعة الصغرى 28 كثرة الزلازل أيضا من علامات الساعة الصغرى 29 كثرة الكذب 30 تقارب الأسواق 31 اتخاذ المساجد طرقا 32 ظهور المهدي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيت يواطئ اسمه اسمي 33 أن ينطق الرويبضة أن ينطق الرويبضة قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة قيل ومن رويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة 34 تقارب الزمان تلاقي الشهر يخلص بسرعة تلاقي السنة عم تخلص فأسأل الله أنه يتلطفين أنا وأنت وكل الموجودين 35 لعن آخر الأمة أولها 36 كثرة موت الفجأة كما ترون وتشاهدون وتسمعون مبارح كان بالسوق نعم مبارح كان بالسوق اليوم مات اليوم صلى الظهر العصر كان تحت طراب موت الفجأة 37 انتشار الكتب غير القرآن 38 اكتساب المال باللسان 39 كثرة الصواعق عند اقتراب الساعة 40 زخرفت المساجد والتباهي بها 41 تمني الموت لا تتمنى الموت نصيحة لكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فليقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خير لي وأمتني ما دام الموت خير لي 42 مجيء الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرة 43 استحلال الخمر 44 نزول المطر من السماء ولا تنبت الأرض شيئا 45 زخرفت البيوت والتباهي بها في أمور كتير مشا ما نطول عليكم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتل فيما قتل فأسأل الله أنا وأنت وكل الموجودين يتلطفين هاي من علامات الساعة الصغرى ذكرنا لكم بعضها رح نحكينا على علامات الساعة الكبرى علامات الساعة الكبرى قال بعض أهل العلم أنها عشرة أولا ظهور الدجال ترتيب ولا يعلمه إلا الله فمن العلماء من قال أن الدجال يعني يدعي أنه رجل صالح ثم يدعي أنه ملك ثم يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه الرب الدجال قيل أنه يمكث في الأرض أربعين سنة وفي رواية أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيام كأيامكم النبي قال من حافظ وفي رواية من قرأ من حافظ عشر آيات من سورة الكهف أواء سورة الكهف عصمة من الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال بادروا بالأعمال سبعا آخر شو قال قال ماذا ينتظر أحدكم من الدنيا هل تنتظرون ألا فقرة منسية أو غنى مطغية آخر شو قال قال أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة وأدها وأمر عندك نزول عيسى عليه السلام قال الله وإنه لعلم للساعة والله قال ولما ضرب عيسى بن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون قال وإنه لعلم للساعة يعني من علامات الساعة قال الله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ثلاثة من علامات الساعة الكبرى أيضا شروق الشمس من المغرب قال الله يوم يأتي بعض آيات ربك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يعني تقفى الباب التوبي لما تشرق الشمس من الغرب أربع من علامات الساعة الكبرى أيضا ظهور الناقة وفي رواية أنها دابة الأرض من العلماء من قال أنها ناقة ومنهم من قال أنها أفعة قال الله سبحانه وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون تكلمهم من العلماء من قال أنها تجرحهم ومن العلماء من قال أنها تحدثهم تكلمهم بمعنى تجرحهم من العلماء الذين قالوا تجرحهم يعني هذه الناقة أو هذه الأفعة تجرح الناس فلما تجرح المؤمن يبيض وجهه وتجرح الكافر فيسود وجهه ومن العلماء من قال أنها تكلمهم بمعنى تحدثهم وخمسة أيضا ظهور دخان عظيم قال الله سبحانه وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان عظيم يخشى الناس هذا عذاب أليم يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم تأتي السماء